نحن عايزين بقى قبل ما ندخل في تفاصيل الإنجازات المحترمة المشرفة اللي اتحققت عايزين من حضرتك مشكوراً بس تعريف بسيط عن الرياضة دي اللي ممكن تبقى فيه ناس عارفة ان هي رياضة قتالية طب ايه الفرق اللي بينها وبين بقيت الرياضات القتالية زي الجودو والكاراتي والتايكواندو وإلى آخر احنا نده نقول من رياضة المويطاي هي ترجمتها هي الملاكمة التايلندية وهي رياضة من رياضات النزالية المعترف بها من خلال اللجنة الأولمبية الدولية خلت الاعتراف الأولمبي الكامل في الجلسة الأخيرة في توكيو رياضة المويطاي بتمارس على حلقة ملاكمة وبيلتدي فيها اللاعبين كامل أدوات السلامة يمكن بيشرح أدوات السلامة اللي بيلتدي وقي رأس وواقي أسنان حامي قوع قفاز ملاكمة حامي السقين حامي للصدر أول أولويات الاتحاد الدولي المويطاي هو سلامة اللاعبين لذلك هو شدد على أدوات السلامة عشان سلامة اللاعبين بتمارس من خلال ثلاث جولات بيمارس اللاعب من خلالهم تقنيات اللجنة باليد واللجنة بالكوع والرقل بالصاق والرقل بالرجبة يقيم من خلال لجنة حكام واللاعب اللي حاصل على نقاط أقصد بيحصل على عشر نقاط والخاسر بيحصل على تسعة خلال الجولة الوحدة وبيتم جمع النقاط على الثلاث جولات وبيقيم من صاحب أعلى النقاط وبيعلن فائز بالمباراة